اه عندي يا جماعة مجموعة من الاسماء ومجموعة من المواد وجايب التوتل بتاعهم فعايز اعمل اه بحس بحيس اكتب اسم الطالب فيجيب لي مسلا التوتل بتاعه او مسلا مادة من المواد الماث كمبيوتر اي مادة مش هتفرد فبجي كده في سل بعيد وبكتب مجرد بس وبختار بقى جنبه اي حاجة انا اختار مسلا التوتل فاكتب التوتل اوكي اه بعد كده يا جماعة بقى هبدأ اكتب بتاعتي اللي هي وحنكتبها تحت في السل تحت التوتل فبقول له وبكتب وخلي بالكم يا جماعة انا بكتبها بنفسي مش بدخل بقى على الفنكشن واختاره والكلام ده تمام لازم بقى وبفتح براكت فهنا اول حاجة بيقول لي الفي لوكب ايه حدد السل اللي انت هتكتب فيها اسم الطالب اسم العميل اسم المورد فبختارها يا جماعة زي ما احنا شايفين وبعد كده اه في جنب كلمة في حاجة اسمها كومة وسم كل مكلمنا عنها كتير فانا طبعا بعمل ايه بعمل كومة اه تاني حاجة بيقول لي التبو القري حدد الجذول بتاع كله لانا هبدأ ادور من خلاله بعد ما عملت له برضو بعمل كومة او السيمي طبعا احنا ايه انا كومة بعد كده بيقول لي كله بان ديكس نمبر رقم العمود اللي فيه توتل رقمه كام واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة فبكتب رقم ستة ثم بعمل الكومة او السيمي كولون فبيجي لي اختيارين يا جماعة بيقول لي توتل true approximate match ولا false exact match طبعا الـ approximate اللي هو التقريبي الـ exact اللي هو ايه التطابوكي فانا بختار تطابوكي هكتلي الاسم اللي انا كتبه ده بالزبط بعد كده بختار وبضغط double click وباجي بقى يا جماعة تحت كلمة نيم وبكتب اي اسم واضغط enter فعلا يا جماعة جاب لي اه درجة سارة زي ما احنا شايفين متين تسعة واربعين اكتب اسم تاني عمر جاب لي فعلا دركته وهكزا تمام طيب دلوقتي بقى لما انا اجي اكتب مسلا اسم طالب اه مش موجود او اسم عميل مش موجود بيجيب لي message طب انا كواحد مسلا user يعني حد تاني هو اللي عامل الـ function دي انا مجرد بس ايه user مش فاهم انا دي معناها ايه هل الطالب ده موجود مش موجود فانا عايز اصهر لي message تمام يقول لي مثلا اللي الطالب ده مش موجود العامل ده مش موجود فباجي فوق هنا كده يا جماعة وبكتب اف ايرور تمام وبفتح براكت وباجي في الاخر بعد الفاكش يا جماعة بعد false ارو عامل كومة او سيمي زي ما اتفقنا بقى واعمل اللي هو شفت طا واكتب بقى المسج اللي انا عايزها هزا الطالب غير موجود هزا الاسم غير مسجل من فطلك تأكد من الاسم زي ما انا عايز ومش هتفرق بحيس لما اجا اكتب اسم مش موجود تظهر لي message دي او زي ما احنا شايفين كده بكبر بس ال column شوية تمام تمام كده يا جماعة وبكده نكون خلصنا الفيلوكوب واعتقد ليه سهلا ان شاء الله اه وهنخش بقى على function جديدة برضو من ضمن functions دي المهمة اه الفرقشان التانية يا جماعة اللي معايا اللي هي صامف الجامعة بشرط مش هجمع عادي لا هجمع بشرط فعند مجموعة من السيلز زي ما احنا شايفين وعند مجموعة من السيلر وكاتب هنا هو التوتل مسلا بتاع سيلز علي والتوتل مسلا بتاع سامي وعايز اجيب اجمالي السيلز دي فباجي هنا عند علي وبقول له اكوال وبكتب يا جماعة عادي جدا صامف وبفتح طبعا احنا بتفنح لازم نقرأ اللي بيظل ده فاول حاجة بيقول يا جماعة حدد الرنجي فبحدد الرنجي بتاع الاسماء اللي عندي اسماء اللي هم البائعين ثم الناس بقى كالعادة بعمل كومة او سيمي كولون وبعد كده بيقول لي بيقول لي الكريتريا بتاعك الشرط ايه المعيار ايه يعني هعدلك بناء على ايه فبعمل وبقول له مسلا عدلي المجموعة بتاع علي فبكتب اسم علي زي ما هو مكتوب عندي بالزبط لو بكتبه سمول كابيتل كابتل وبقفل وبعمل برضو كومة او سيمي وبعد كده بيقول لي بقى اجمع لك منين فبحدد يا جماعة كل المبيعات ثم بلغط انتر فعلا يا جماعة جاب لي بتاع علي طب تعالوا كده يا جماعة عندي علي ونغير كده اي رقم اه بيسمع معي سواء انا بزود بيسمع معي او بقلل بايه بيسمع برضو معي ده كده بالنسبة لصم اف اعتقد سهلة وما فيهاش اي مشكلة مطلقا طيب بالنسبة احنا عايزين نعمل حاجة تانية انا هنا يعني ببقى مجبر لانا اجيب ايه اه مبيعات عليه بس سامي احمد طب ما انا عايز اعمل ايه انا عايز اجيب مبيعات اي حد بس بمجرد مكتب اسمه يعني تبقى العملية عندي تبقى متغيرة شوية تمام يعني مثلا اكتب احمد يجيب لي على طول مش شرط يعني اعملها قدام السل بتاعي التوتال احمد وهكذا يعني انا عندي اكتب الاسم واضغط انتر يجيب لي التوتال بتاعه فباجي كده يا جماعة في اي سل فاضية وبكتب مثلا ادخل اسم البائع يعني بتاعي او سيلر وهنبدأ بقى نعمل ايه نطبق يا جماعة نفس الفانكشن يعني مفاش اي مشكلة خالص بس هغير حتة بسيطة جدا اللي هي ايه بقى في القديمة انا كنت بكتب اسم البائع لا هنا بقى هعمل ايه هنعمل زي الفيلو قبل احنا لسه واخدنا من شوية بحدد بقوله هاتلي الداتا من السل دي الفاضية دي تمام فبقوله اكوال عادي جدا مفيش اي مشكلة وبكتب الفانكشن بتاعتي اللي هي سام ايف وطبعا اه غير اللغة بس وبفتح براكت عادي جدا مفيش اي مشكلة برضو الرنج يا جماعة مفيش اي مشكلة بحدد كل السيلر بتوعي وبرضو بعمل كومة باجي بقى هنا في الكريتيريا بتاعتي اه انا كنت بكتب اسم المورد الطالب العميل لا هاختار بقى السل الفاضية لجنبها اللي انا هاتي فيها قريدي الاسم اللي هي قريدي ايه متغيرة عندي تمام اللي هي عندي مثلا اللي هي ام ايه ناين وصم بعمل كومة يا جماعة واحدد الرنج بتاع السيلز بس كده ولا في اي جديد طبعا جاب ليزورش الاسم مدخلتش اي اسم بصوا بقى اول ما اجا ادخل اي اكتب اي اسم من اللي عندي في ثواني يا جماعة جابها لي في لمح البصل تمام فانا عندي دي وعندي دي وطبعا باكد تاني اللي اتنين واحد مفيش اي مشكلة اتمنى يا جماعة تكون عجبتكو الدلة واعتقد مهمة جدا في الشغل وبتخدم عليها في طبيعة شغل السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة